الحديث الثالث وقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني أن يسار القبلة فقلت رأيتك تسلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحاب الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعونا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمل صالحا متقبلا وتجارة لا تبور اللهم رب جبريل وميكايل وإسرافيل فاطر السماوات وأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه خلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم هذا هو الحديث الثالث من الحديث الثلاثة التي أرادها المصنف رحمه الله تحت باب استقبال القبلة وتكلمنا بالأمس عن الحديثين الأولين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته إلى آخره وحديث بن عمر أيضا قال بينما الناس فيقوبة في صراط السبع إلى آخره يتحوي القبلة فكان الكلام على هذين الحديثين ومن أهم ما يقال في هذا أو يذكر به مرة أخرى هو موضوع القبلة فالشيخ رحمه الله ومصنر رحمه الله عقد هذا الباب باعتبار أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة والشروط غالبا تكون قبلها شروطها قبلها لكنها تستمر لكن لابد أن يكون المصلي أو المطلوق منه الشرط أن يحقق الشرط قبل أن يبدأ في المطلوق لكن الشرط يستمر فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة والأمر الثاني وهو الذي ذكرناه بالأمس ونمكّد عن اليوم هو منزلة القبلة بمعنى الكعبة وأسرار هذا الدين وحكمه في تشريعاته فالكعبة هي رمز وحدة المسلمين بل هي للناس أجمعين في قولي سبحانه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وذكرنا معنى قيام للناس بالأمس بمعنى أن الناس لا تقوم دنياهم ونحن المسلمين لا يقوم ديننا ولا دنيانا إلا بالقبلة وبالكعبة فالله جعل الكعبة قياما بمعنى تقوم عليه دنياهم وشونهم وحياتهم وأمورهم وهي وهذا أمر ظاهر نجلي جدا الكعبة والقبلة يقول له بالأمس هي رمز وحدة المسلمين بل من أعظم رموز ومعالم ومظاهر وحدة المسلمين ولهذا المسلمون يعظمون الكعبة ويستقبلونها ويتعلقون بها تعلقا عجيبا الله عز وجل الله عز وجل وضع في قلوب المؤمنين هذا التعلق الكعبة والالتفاف حولها والاجتماع عليها ولهي قلنا هي رمز الوحدة والتوحيد بل هي معلم الأمان فما دام أن هذه الكعبة قائمة فالأمان قائم ولهذا إذا أذن الله بانتهاء العالم وانتهاء الدنيا فإن الكعبة تهدم كعبة تهدم قبل أن تنتهي الدنيا فهي رمز الوحدة ورمز الأمان والطمانينة و و أثرنا بالأمس حقيقة أن المسلمين يعني مهما جرت عليهم في أزمانهم وعصارهم من فتن ومحن وبلايا وتسلط أعداء و مظالم يبقون مرتبطين بعضهم ببعض ويبقى المسلم مشجود لأخي المسلم مهما تعاقبت الفتن ومهما يحصل من الابتلاءات وهذا يعني أمر عجيب للمسلمين بل وفي هذا الدين وأسراره وحكمه ولهذا أعداء الإسلام كم منذ منذ بدأ يتنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومين هذا ولقم السهوة والأعداء حارثون جدا على النيل من الإسلام والمسلمين ويحاولون قد ما يستطيعون أن يعني يبدلون في سبيل تقطيعهم في سبيل فنائهم في سبيل القضاء على دينهم في القضاء عليهم ومع هذا الله حافظ دينه ومن مظاهر هذا الحفظ هذه الكعبة ويقولنا بالأمس إن بعض زعماء الكفر المعاصرين قال لا نستطيع أو لا لا يمكن القضاء على الإسلام أو على المسلمين أو التأثير فيهم ما دم فيهم هذا الأمر القرآن والكعبة والقرآن محفوظ والكعبة محفوظة القرآن محفوظ والكعبة محفوظة ولهذا المسلمون يعني لا خوف عليهم إلا من أنفسهم ولهذا الله لن يضركم إلا هذا أبدا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شئ فأي يعني بلاء يحل المسلمين قال الله قل هو من عندي أنفسكم ولهذا كلما ظهر على المسلمين الصلاح والتمسك والتقى زاد اجتماعهم وزاد حب بعضهم لبعض أما الأعداء فالله يكفيهم الله يكفي المسلمين أعداءهم ولهذا يقول سبحانه ليظهره على الدين كله ولو كره مشرك وياب الله إلا أن يتيب نوره ولو كره الكافر يريدون أن يطحوا نور الله بأفهم وياب الله فالإسلام محفوظ وحفظه هو بحفظ معالمه ولهذا المسلمون لا ينبغي أن يكترثه كثيرا فيما يقوله الأعداء إنما عليهم أن يرجعوا لأفسهم مثلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إنا كفيناك المستاذه الله تولى هو حماية محمد صلى الله عليه وسلم حيا وميتا إن كفيناك المستاذه وقال إن شانئك هو الأبتر ف المقصود هو أن الكعبة هي رمز ومعلم من معالم وحدة المسلمين وتكلم عن هذا بالأمس وإن جاءت مناسبة أخرى إن شاء الله نتكلم عنه بل سنتكلم عن هذا إن شاء الله في الحديث على الصفوف الصفوف الصلاة أما حديث اليوفو وحديث قال عن أنس ابن سيرين قال استقبلنا أنسا يعني بن مالك الصحابي حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيت يصلي على حمار ووجه منذ الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته أنس ابن سيرين هذا هو أخ محمد ابن سيرين الإمام التابعي الكبير الجليل وصاحب التعبير رؤية هذا أخوه وهم أيضا من السلف الصالحين قال استقبلنا أنسا أنس طبعا مقيم في العراق في الكوفة والبصرة لكن ذهب إلى الشام يشكو الحجاج يشكو الحجاج ورجع قال استقبلنا أنسا وهذا يدل على حفظ مقام أهل العلم وأهل الصلاح فذهب يستقبلنا تكريما له وهذا هو الذي ينبغي ينبغي أن يكرم أهل العلم وأن تحفظ مكانتهم وأن يكون لهم مكانهم وشأنهم قال استقبل أنسا الحين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر عين التمر هذه بلدة على حدود العراق بين الشام وعراق من تبعه لولاة العراق ومعروفة وظنها إلى الآن اسمها عين التمر سميت بعين التمر لأن التمر فيها كثير لأن التمر فيها نخل فيها كثير فلقيناه بعين التمر قال فرأيته يصلي على حمار هذا والشاهد أنه يصلي النافلة كما مر معنا أنه كان يسبح على راحلته وقلنا بلا يمس إن الصلاة على الدابة في النافلة لا إشكل فيها ويصلي لسان ويومئ إيماء وقلنا إن أيضا الآن الناس لا يقل ركوبهم للدواب إنهم يركبون المراكب الجديدة وهذه نعمة لا شك في السيارات وفي القاطرات وفي الطائرات وفي السفن الكبيرة هذه كلها حكم وحكم الدواب وإن كان بعضها قد يكون حكم الأرض خاصة إذا كانت كبيرة كالسفن أو حين الطائرات الكبيرة التي لها إما فيها مصليات أو فيها مساحات كبيرة ذكرنا بالأمس أنه يصلي فيها الصلاة كاملة فريضة ونافلة لكن المقصود إذا كان على الراحلة ولا يتمكن من الإتيان بالصلاة كاملة بكامل أركانها قائما قاعدا راكعا ساجدا فإنه يصلي على حسب حاله والإنسان معلوم أنه على الداب لا 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 يستطيع لا ركوع ولا قيام ولا وإنما يومي إيماء وقلنا أيضا يجعل سجوده أخفض من ركوعه ويصلي حيثما اتجهت برحلته حتى ولو كانت القبلة خلفه وذكرنا أحكامها هذا بالأمس وحتى في الطائرة بثلا إذا كنت على الكرسي وتريد أن تتنفل تصلي تصلي وانت في الطائرة وإن كان وجوك على غير قبلة وتصلي وتومي إيماء بالرقوع والسجود وتأتي بالأذكار والفاتحة وتقرأ ما تقرأ وتدعو ما تدعو والأمر وقلنا إن هذا ذكر علماء الحكمة ذكر الله بالأمس الحكمة بالتخفيف في النوافل هو من أجل الإكثار منها بمعنى إتاحة فرصة للمسلم أن يستكثر من الطاعة فمدام أن الله سبحانه وتعالى نخفف علينا وأدين لنا أن نصلي على هذه الهيئة السهلة والخفيفة إذن نكثر أما الفريضة لا الفريضة أولا هي محدودة خلص مرات في اليوم فهذه لأنها قليلة لابد أن تؤدى على وجه الكمال قياما وقعودا وسجودا وركوعا إلا مع العجز العجز شيء آخر مع العجز أو مع المرض المقصود أنك إذا كنت في الطيارة أو حتى في السيارة وقلنا أيضا أنه سواء كان في الحظر أو في السفر وبعضهم قصروا على السفر لنقولنا لا حتى حتى السفر لو كنت في السيارة في البلد راكب السيارة وتنتقل من منطقة إلى منطقة والمسافة بعيدة تصلي وأنت في السيارة وإن كان ويشك على غير قبلها وتوم إيمان في الركوع والسجود تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تشاء وترجع تنحني قليلا وتسبح تسبحة الركوع ثم ترفع ثم تخفض أكثر في السجود وتذكر أكثر السجود إلى آخر تصلي سلاة كاملة وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده وهي يعني فرص الاستكثار من الطاعات قال فرأيت ويصليها إلى حمار وهذا يدل على أن ركب الحمار أن الحمار ليس بنجس أو عرقه ليس بنجس والغالب أنه يكون على برذعة يكون في حاجز بين الإنسان وبدل الإنسان وبدل الحمار يضع على الإنسان البرذعة المعروفة وإن ركبه مباشرة بدون برذعة أيضا الصحيح قال ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة بمعنى أنه القبلة على يساره والأصل أن تكون القبلة أمامه لكنه في السفر وفي النافلة طريقه واتجاهه أن تكون القبلة على يساره فصل على هذا النحو يقول أنا اسم السيرين فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة يعني يسأل قال كيف كيف تصلي على غير قبلة القبلة عن يسارك وأنت متجه تجاه فوجه جهة الشام وتكون القبلة على يساره فقال فقلت رأيتك تصلي لغير قبلة ماذا كان جوابه هذا جواب العجيب يا أخواني جواب ينبغي أن يفقه أو العلم ويفقه كل مسلم فيقول لولا أني رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته كان بإمكان أن يسر الله عنه وفقه أن يجي أن يعلل لماذا كان يقول أن هذا السفر وهذا كذا والسفر لا أتى بشيء جميل وعجيب و يعني نوع من الفقه الكبير أو الفقه الأكبر وهو الاتباع يعني قاله أنا رأيت رسول الله يفعل ذلك فكأنه يقول ما دام أن الشيء ثابت فلا نسأل عن العلة ولا عن المعنى وإن كانت شرع لا شك أنه حكيم ويأتي وأحكامه كلها حكيمة ليس في عبث وليس فيها شيء غير خالي الحكمة لا لكن المسلم الأصدفي التسليم والقبول والرضا إن ألم الحكمة في الحمد لله وإن لم يعلم فإن شاء له التسليم وهذا وهذا باب عريض وينبغي لمسلم أن يعني يحذره دائما في شأنه كله ولهذا كتفيقه مرة معنا في قصة عايشة رغلوحانا مع معاذة خلما قالت لها يا أمم المم ما بالو الحاجة تقضي الصلاة قالت لا أحرورية أنت قالت لا ولكن أسأل قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله تسليم كان بإمكان أن تقول الصلاة متكررة وإعدة وفي مشقة والصيام مرة في السنة وأدخل مرة في اليوم كم بإمكان تقول هذا وعايشة من أفقه النساء ليس من أفقه النساء من أفقه الرجال والنساء عايشة فقية جدا كما معلوم كم بإمكان تعلل بإمكان هكذا أمرنا رسول رسول الله صلى الله فينبغي المسلم أن يقدم التسليم ويقدم الاستسلام وإذا جاءه الأمر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم إن علم العل الحمد لله أو علم الحكمة كذلك الحمد لله وإن لم يعلم ليعلم أن النقص فيه والقصور في عقله وهذا وهذا يعني 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 غاية ومن أعظم ما ينبغي أن يفقه المسلم وأن يتبنى وأن يلتزيم به وهو أن يقدم التسليم أولا مدام الأمر ثابت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الله وعن رسوله فهو محل التسليم فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجد حرجا من مقضيت ويسلم تسليم لو تأملت بهذه الآية و يعني مظاهر التسليم والاستسلام فيها عجيب فلا وربك قسم لا يؤمن هذا الله يعني الله سبحانه يقسم ويقسم العظيم فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم ويسلم كم فيها بنت أكيد أول القسم فلا وربك ريم حتى يحكموك بمعنى يرجعون إلى حكمك فيما شجر بينه فيما اختلوا فيه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا هذا ترى يا أخواني هذا أمر عظيم بمعنى ما دام أن الأمر جاء من عند الله وعند رسوله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أبدا أن يكون في صدر المسلم أي شك وأي حرج وأي تردد وأي يعني مظهر من مظاهر الرفض أو الرد ثم لا يجد فيهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما يسلم وأكده بمصدر تسليما فخمس تأكيدات القسم حرجا يسلم وتسليما لا يجد حرجا وهذا هو الذي ينبغي بل يجب أن يكون عليه المسلم ومن هنا أنس قال له لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته بمعنى أنه قضية تسليم واقتداء وتأسي وهذه يعني ينبغي وخاصة مع الآن مع ظهور بعض موجات الإلحاد يا أخواني الهداية بيد الله لا ترجل العقل ولا لقوة العلم ولا لقوة الذكاء وللعبقرية وإن كان لا شك في حجج وبراهين هذا الله أقامها لكن ما كل من يعني خاض بالدلائل فتح الله عليه أبدا ولهذا الإيمان وهذا من أجمال عز وجل لأن لو كان خاض للعبقرية وحدها كان ماذا يفعل الناس الذين هم أقل ذكاء الإيمان مثل الماء والهواء وضع الناس جميعا لو كان الهواء بأيد التجار أو الماء بأيد التجار كم مات الناس أو الشمس والحرارة أو الرجال العامة مثل الإيمان مفتوح كمان الهواء مفتوح والما مفتوح ولهذا فمن شاء فأل يؤمن ومن شاء فأل يؤمن بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان فلا يخذ هو لا يخذ العبقرية ولهذا قال عز وجل أيضا إنك لا تهدي من حببت ولكن الله يهدي من يشاء وأهل الجنة ماذا قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ذا قد جاءت نصر بنا بالحق فالهدي في ذي العز وجل والله يمن عليك أن هداك ولهذا حينما ينعم الله عليك وتسلك مسالك التسليم والرضا والقبول والاستسلام هذا نعمة الرضا والقبول والتسليم ليس غباء ولا دليل على السذاجة لا تجعل على ما نعم الله عليك من القوة لأن التسليم والرضا يحتاج لقوة فأنا أثار الله عنه هنا كانه يعلم هذا السائل ومن يسمع من حوله من من يستقبلوه قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته فالقضية استسلام وقضية اقتداء وتأسير باب الصفوف الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة الحديث الثاني عن النعمان بن بشيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأن ما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم قال باب الصفوف واضح أن الشيخ في تصليفه يأخذ أحكام الصلاة على حسب تسلسلها بعد استقبال قبلها يأتي الانتظام في الصفوف بمعنى إنسان ينتظف الصف قبل أن يكبر فمن هنا عقد هذا الباب بعد استقبال القبلة وفي أرواح وحاديث الأول عن أنس بالمالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أيضا الذي قلناه في القبلة يكاد يكون موجودا في الصفوف من حيث حرص هذا الدين على وحدة المسلمين وعلى تقاربهم وعلى تآلفهم وعلى ظهورهم بمظهر الوحدة وبمظهر الانتظام وبمظهر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال وعلى ما سوف نذكر في المراد بالصفوف أو تسوية الصفوف تدل على إذا التزم المسلمون بآداب تسوية الصف ظهر فيهم المودة والإثلاف والحب وقبول بعضهم بعضا فالصفوف مظهر من مظاهر وحدة المسلمين على إذا سوف يأتي إن شاء الله بيانه في قوله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم وفي رواية أو قلوبكم وسنتكلم هذا إن شاء الله إما في الجساد أو في مبعد إن شاء الله حسب الوقت فقال عن أنسي بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم سووا صفوفكم الجمهور على أن تسوية الصف سنة وذهب بعض العلمين إلى أنه واجب والقول بالوجوب يا أخواني قوي قوي جدا القول بوجوب تسوية الصف قوي جدا لأن حديث الوعيد فيه كبيرة في قوله أولا يخالف أن الله بين وجوهكم أولا يخالف الله بين قلوبكم وسوف نتكلم عن هذا أيضا بشيء من الإضاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم تسوية الصفوف تنتظم عدة أمور أولا تسوية المناكب والعقاب بمعنى أن يكون الكثف مع الكثف والعقب مع الرجل مع العقب والأمر الثاني التسوية تعني سد الخلل لابد أن سد الخلل والفرج فهذا تسوية أيضا من تسويتها إكمال الصف الأول وكذلك أيضا التقارب حتى الصفوف الصف الأول الذي يليه ينبغي قريب لا تكون متباعدة بقدر ما يسجد الرسال كل هذا من تسوية صفوف وقوف المسلم مع أخي المسلم في جانبه ومراسقا له طبعا قدر المكان لكن لا يكون مراسق بأذاء لأن بعض الأخوان أحيانا قد يؤذي فيه وهو حريص على الصف لماذا؟ لأن يعني بعض المسلمين يعني عنده حساسية أن أن تمسى البشر البشرة إذا كان كذلك فلا فلا تكلفه أن توصق عقبك بعقبه أو حتى جسدك بجسده لسوقا تحصل من مضايقة ما ينبغي لكن ينبغي التقارب ثم لابد الخلال الفرج تسد لأنها يتخلى الشيطان و إكمال الصف لا يترك الصف يعني يبدأ بالصف الثاني والصف الأول لم يكن لا ينبغي أبدا هذا ليس من تسوية الصفو ولابد الثالث أنه ينبغي أن يكون صفية للصف ما تكون مسافة بعيدة بين الصف الأول والثاني أو الصف الذي يليه وإنما تكون منتظمة هذا كله من كما قلنا من تسوية الصفو سووا صفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ولهذا قوله من تمام الصلاة استدل به على أن التسوية سنة لكن في جاء في البقاري من إقامة الصلاة فإن تسوية الصفو من إقامة وإقامة الصلاة واجبة إقامة الصلاة واجبة أن تقيمها على وجهها أما الحديث الثاني فهو حديث النعمال المشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسو صفوفكم هذا يدل على الوجوب لأن أمر لتسو صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم هذا هو يعني محل ينبغي أن يكون تأمل لتسو صفوفكم أو لا يخالف إن الله بين وجوهكم وفي رواه بين قلوبكم حقيقة هذا ملاحظ أن تلاحظ حيانا وهذا ما ينبغي المسلمون وهم يقفون في الصف حينما يقول لك أخوك أدنو ينبغي أن تدنو وتكون لين ولهذا لينو في أيدي إخوانكم لأن لأن التأبي والتمنع يدخل في النفوس ما يدخل وأنتم تعرفون هذا وجود تمنع ووجود التأبي ووجود إظهار نوع من التبرم هذا هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم والصف والقيام في الصف المراد به الوحدة والمراد به الاتلاف بل الصلاة خلف الإمام صوفا هذا من خصائص هذه الأمة وهذه نعمة بحديث جابر قال لا أظن أظن حديث البراء حديث حذيفة حديث حذيفة قال فضلنا بثلاث وذكر منها جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وحقيقة لو تأملت كما قلنا قبل قليل لو تأملت عظم يعني وأهمية الصف والضف الصف يشير إلى وحدة الأمة ويشير إلى تقارب المسلمين كما تتقارب أبدانهم تتقارب قلوبهم وإذا تنافرت أبدانهم تنافرت قلوبهم ولهذا قال الصلاة والسلام لا تسوون صفوفكم أو لا يخالف إذن الله بين وجوهكم وكما قلت هذا الملاحظ بعض الناس يتبرم إذا قلت له أدني أو نبهته أو كان امتقدم وقلت أخر أو امتقدم وقلت أن تقدم ينبغي أن يكون سلي ولهذا في حديث عجيب في أقيموا صفكم وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله والحديث صححوا بالخزيمة والحاكم والألباني فهذا يجبع أحكام الصف أقيموا صفكم إقامت الصف معنا ستكون على جهة التمام والكمال والاستقامة وحاذوا بين المناكب لأن هذا هو المعيار الذي يجعل الصف منتظما المناكب والعقاب وليس الأصعب لأن الصعب تختلف على يدي الأرجل تختلف حجمها فالذي يجعله منتظما هو المنكب والعقب أقيموا صف صف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل تقاربوا ولينوا وهذا الشاهد ولينوا بأيدي إخوانكم بمعنى كن سهلا حينما يرتب أخوك أن تقترب أو أن تتقدم أو تتأخر لا تتبرم ومسألة أخرى إذا أبدأ أخوك تبرما لا تتبرم أنت ترى هذه القضية مبادلة لماذا لأن أخوك قد يكون عنده ظرف ولا فعلا عنده مريض ولا عنده شيء ضيقه قضية مالية قضية أسرية قضية اجتماعية قضية مع صديقه مع احتك بأحد فأنت حينما ترى متبرما لا تتبرم اقبله وتحمله أما يتقول لا أن لم يلن في يدي أنا لا ألن في يدي ما سبب إذا ما ما عمل شيء وهذه قضية يجب أن تفقهوها في التعامل مع الناس كثير من الناس غير من يرى أنه الذي على الصواب وأن الناس هنفتعون ولهذا إذا خاطب أحد أو تكلم مع أحد وصار أو حتى رأى أحد على نوع من خطأ هو يرى أنه خطأ قد لا يكون خطأ فينبغي أن يعني حتى لو يعني يعني ظهر أو يعني قدرت أن أخاك هو المخطئ افترض أنك أنت المخطئ ولتمس أذر لأخيك لأن أكثر الناس يعني في التعاملات يرى الآخرين هم نخطئون ويرى نفول لأ الصواب فإنما قد تقول أنت المخطئ أو حتى حينما ينقض أخاه قد تقول أنت الذي أنت فيه هو الخطأ فلا ينبغي أبدا أن ترى أنك دائما على الصواب 100% وهذا ومع الأسف أن هذا هو غالبا طبيعي الناس طبيعي الإنسان يرى هو المصيب وأن غيره مخطئ أبدا افترض واحتم وافترض أنك أنت على خطأ لو جعلت هذا الاحتمال في نفسك خف الأمر وحسن تعاملك مع إخوانك المقصود أنه ينبغي مننا جميعا أن يلين بعضنا لبعض لكن إذا لم يلين أخوك فلا تقصو أنت لن أنت فالقضية مبادلة فقالت لتسونا صفوفكم أو لا يخلفنا الله بين قلوبكم لعلنا نكمل الكلام على هذا الحديث في الجزء القادم إن شاء الله مع بقية الحديث والله علم صلى الله على محمد وعاله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة